بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خيري معلم الناس الخيرة أما بعد حياكم الله جميعا أحمد الطلبة عدنا والعودة أحمد ونبدأ في حل أسئلة تدرب نفسك للدرس الأول من الوحدة الرابعة في مادة الفصل الأول السؤال الأول يقول إذا تحرك إلكترون في مجال مغناطيسي منتظم كما في الشكل هذا مجال مغناطيسي لاحظ أن المجال مغناطيسي بهذا الشكل من الشمال إلى جنوب لاحظ معي بس هذا الموضوع سريعا الإلكترون يتحرك عكس المجال هو موازي للمجال المغناطيسي شو رح يستر فيه هل رح ينحرف نحو اليمين أو نحو اليسار أو تزداد سرعة أو يبقى ما تحرك في خط مستقيم بالتأكيد الزاوية بناتهم 180 صح يعني الإلكترون رايح هيك والمجال مغناطيسي رايح هيك 180 طب انت عارف القوة المغناطيسية المؤثرة في جوسيم QVB ساين المئة وثمانين رح يطلع هذا كامل سفر فهو لا يتأثر بمجال مغناطيسي لا يتأثر بقوة مغناطيسية لأنه موازي للمجال فمستحيل أنه ينحرف نحو اليمين ولا اليسار ومستحيل أنه تزداد سرعته المنطق أنك تحكي أنه يبقى متحرك في خط مستقيم وبسرعة ثابتة يا أستاذي بس لأنه ما في قوة تؤثر عليه بهذه الحالة قوة مغناطيسية ما أثرت عليه بس يعطيك العافية الآن هو رح يظل متحرك في خط مستقيم متفقين لأنه ما في قوة مغناطيسية أثرت عليه هو لو كان رايح زيك واكتب أقول لك في قوة مغناطيسية تؤثر عليه نعم ليش لأنه طلع لم يكن رايح مش بهذا الشكل لم يكن رايح بهذا الشكل واكتب أقول لك المجال بهذا الشكل طيب والقوة مغناطيسية طلع يعني اسمع المجال لتحت وسرعتك للليسار فشو معنات القوة لجوه كون الالكترون بصير قوة لبرا دخل جوسين مشحون كتلة 2.2.4.10 كيلوغرام هاي الكتلة يا هلوين وغير الخط اللون شحنته 2.5 ميكروكولوم هاي الشحنة مجالا مغناطيسيا مقداره 2.10 تسلة هاي المجال مغناطيسي بسرعة مقداره هذي باتجاه عمودي على المجال ممتاز الزاوية 90 فانه سرعة الجوسين بعد مرور 5 ثوان الطالب يفوت بالحياة يقول لك احا شو مدريني كيف شو بدي اعرف انا يا استادي اول مرة شو فيك السور يا جماعة الخير فكر فيها احسب شو ما بدك ما في اش بيربط فكرة الزمن مع القوة المغناطيسية والمجال مغناطيسي ما بتلاقي ما بيخطر في بالك انه اصلا كونه داخل لمجال مغناطيسي ويكتسب بسرعة معينة وفي قوة مغناطيسية بتأثر عليه وعمودي اصلا على المجال معناته سرعة وشو ما لها ثابتة لا تتغير خلال الزمن فمن السرعة في تبقى ايضا في بعد 5 ثوان بعد 10 ثوان وبعد 2 ثانية لانه داخل مجال مغناطيسي يتحرك جوسين مشحون بشحنة سالي بهيو في مجال مغناطيسي يقع على محور زد الموجب المجال وين المجال على زد الموجب ممتاز فتأثر بقوة مغناطيسية نحو Y الموجب ممتاز هاي هاي الموجب فبيسلك سؤال فان حركة الجوسين تكون نحو وين يعني سرعته هسا مستحيل الزد المستحيل الوا لانه استخدمناهم يعني هذا مستحيل هذا مستحيل اذا اما موجب اكس اما سالب اكس انو واحد فيهم طب فكر منطقيا المجال نحو موجب زد طب هاي موجب زد اسمع دعتبر انا حالي صفحة انا شو دعتبر حالي صفحة انا صفحة موجب زد نحو الناظر سالب زد عكس الناظر صح طيب انا موجب زد نحو الناظر هاي المجال الان قوة المغناطسية لوين لان موجب واي طب اسمع اعتبر حالك هاي صفحة هاي الموجب واي هاي السالب واي هاي الموجب اكس هاي السالب اكس نحو الناظر موجب زد هاي نحو الناظر طيب القوة المغناطسية موجب واي القوة المغناطسية يعني كف اليد لوين موجب واي صح هاي المجال المغناطسي نحو الناظر كف اليد يعني القوة المغناطسية كف اليد موجب Y اذا فورا شو واضح اليه الاصبع لوين للسالب X صح نعم يا أستاذ معظم بس كونه الكترون سالب بيصير لوين للموجب X اذا شو باختار موجب X فورا طب نتأكد من الموضوع يلا نتأكد من الموضوع نختبر الموضوع مرة ثانية الاصبع موجب X هيو المجال نحو الناظر القوة المغناطسية للسالب Y كونه الكترون بيصير للموجب Y بس نصنع صاروخ نهائيا مية بالمية في الشكل المجاور يتحرك جوسين مشهون بشحنة موجبة داخل مجال مغناطسي منتطم هاي جوسين مشهون هاي زاوية بتحرك فيها وهي مجال مغناطسي نحو الناظر هس المستحيل فيه مصار لاولدي ومستحيل انه فيه خط مستقيم لانه رح يتأثر بقوة مغناطسية فمعنى اما مسار دائري مع قرب الساعة واما عكسة قرب الساعة كونه ناظر بدي تطلع المجال مغناطسي نحو الخارج صح ممتاز هيو نحو الخارج السرعة هي نحو الخارج مجال مغناطسي والسرعة هي صح معناته قوة مغناطسية بذن تكون له هيك انه قوة مغناطسية بتأثر هيك صح معناته هو كيف رح يتحرك رح تحرك زي هيك بهذا الشكل ممتاز كيف بدك تفهمها بهذا الشكل تفضل عادي خد نقطة تطلع هيك بهذا الشكل صح انه قوم ممصيلة وين لجوة معناته حركته بهذا الشكل انت بتطلع انت شايف هذا الشكل شو ماله مع عقارب الساعة اذا في مصار دائري مع عقارب الساعة لاني انا بتطلع بحكم كنظرتي الى الصفحة القوة المغناطسية هي انت لبرة وهي السرعة اذا اللجوة يعني نتحرك زي هيك بهذا الشكل مش زي هيك يا استادي بهذا الشكل لا هيك بسير عقصة قارب الساعة دير بالك الان شوف المسائل اذا وضع بروتون والكترون او قضف هو الاصح اذا قضف هي الاصح اذا قضف او وضع بروتون والكترون بنفس السرعة تمام بنفس الفي بشكل حر داخل مجال مغناطس المنتظم فانهما يكتسبان نفس التصارع ام يتحركان بنفس اتجاه ام يتأثر بنفس القوة ام يقطع عن نفس المسافة خلال المدة زمنية نشوف القوة المغناطسية اللي بتأثر فيهم سواء كان بروتون او الكترون عبارة عن كيو ذي بي سين الثيتا هالسعكون هم يقضفوا بنفس السرعة تمام وقلهم نفس الشحنة بس بتعرف واحد موجب واحد سالب يعني نفس الشحنة البروتون موجب 1.6 درجة سالب 19 الكترون سالب نفس المقدار 1.6 درجة سالب 19 اذا نفس السرعة ونفس الشحنة ونفس المجال الموضعين فيه ونفس الزاوية اذا نفس القوة رح يتأثر ونفس القوة معناطسية بس بالصف انه عكس بعض اذا واحد قوة معناطسية موجب واي الثاني سالب واي اذا واحد موجب زد الثاني سالب زد يعني هما 100% رح يتأثروا بنفس القوة 100% اصلا مستحيل يتحركوا بنفس الاتجاه لانه مش شحنتين مختلفات يعني اذا واحد حطيته راح هيكة الثاني اكيد رح يروح عكسه لانه واحد موجب واحد سالب ممتاز الآن يعني هذا خير مستحيل ومستحيل انهم بيتحركوا بنفس التصارع منطقية هم اصادي يختلفوا بالكتلة انت روجدت تفكر سيجم Time��는 Over Of 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 It في اختلاف ما نفي لو افترضنا نفس القوة الآن مستحيل نفس التصارع لانه في اختلاف بالكتلة كتلة بروتون مختلف على كتلة الأكترون وبالتالي تصارع بروتون مختلف عن الكتدة الأكترون ايضاً لما تدمج التصارع مع معادلات الحركة رح يطلع يا أصادي مستحيل نفس المسافة يعني بيختلفوا بالكتلة فانت لابدك تيجي تركز R تساوي MV على QB يعني إذا وجد اختلاف بالكتلة ووجد اختلاف بنصف القطر فواحد بتلاقي نصف قطر كبير فمسافته كبيرة واحد نصف قطر صغير محيطه أصغر بيكون بس محيطه صغير بس إذن يتأثران بنفس مقدار القوة أنا أثبتت لك ياه بجميع الطرق كنسلتلك هذا وهذا الخيار وهذا الخيار والخيار المنطق الوحيد هذا وأثبتت لك ياه بالقانون نفس الكيو نفس الفي نفس البي نفس الصين هم بيقول لك نفس مقدار القوة هو صح نفس مقدار القوة بس مش نفس الاتجاه الشغل الذي يتبذله قوة مغناطسية 5 نيوتن وفي قوة مغناطسية مقدارة 5 نيوتن هايو FB تساوي 5 نيوتن على بروتون متحرك في مسار دائرة نصف قطر 1 من 10 متر طب يعني بروتون بتحرك في قوة مغناطسية بتبذل عليه يعني هو يتحرك داخل مجال مغناطسي طب خدناها قاعدة شغل القوة مغناطسية دائما شو دائما شو سفر لماذا؟ تجد القوة المغناطسية دائما تعاكس اتجاه الحركة فالشغل عبارة عن F D x Theta F ليس دائما تعاكس دائما تعامد القوة المغناطسية اتجاه الحركة فالزاوية 90 F D x 90 سفر فدائما نخذ قاعد الشغل القوة المركزية أو القوة المغناطسية دائما سفر سين صاد سلك يحمل تيارا كهربائيا ويؤثر في طرفيه مجالين مغناطسيا هذا الطرفيك وهذا الطرفيك فهو يصلك سؤال فان الطرفيك سين صاد يتحركان بتأثير مجال يعني سين نحو الاعلى والاسفل هذا اللي المطلوب طيب التيار نحو اليسار اغرس اصابعك له جوه لانه هيك المجال المغناطسي هون ويوجه للتيار بتلاقي القوة المغناطسية لوين لتحت نحو الاسفل يعني عند سين ايش نحو الاسفل طيب شوف لي عند صاد هون المجال طالع هيك التيار هيك نحو الاعلى يا عين عليكم اذا سين نحو الاسفل صاد نحو الاعلى سين نحو الاسفل صاد نحو الاعلى هو فرع با مية بالمية ممتاز مية بالمية طب انت ليش مخترت مثلا للناظر هاي الامور يعني فكر منطقيا انا عندي ثلاث محاور اكس واي زد المجال راح للزد والتيار راح للأكس معنى تصفى واي بس الهو اسفل واعلى موجب واي سالب واي بس الله يعطيك العافية نشوف هاي الفكرة اقول لك شغلة نقف الى هنا كان فيه اشكالية في هذا السؤال خلو ليها بعدين فيه اشكالية هون بدي تأكد من سلافة السبعة سنتيمتر هذا السؤال فيه اشكالية خلو ليها بعدين ان شاء الله هالساعة تمام هو الفكرة هذا السؤال بيعتمد انك تحدد لي وان اكبر قوة مغناطسية بتأثر فاحنا عارفين ان القوة المغناطسية عند SH ما فيه سفر وهذا سفر لانه تيار موازي لاتجاه المجال فالزاوية سفر سين السفر سفر فصفت اما SSM و اما HN بدك تحدد انت مين اكبر قوة مغناطسية بتأثر عليهم كان فيه اشكالية بالطول هون خلو ليها اقول لك شغلة لو بدي اتعامل ان الطول سبعة لانه انا اكتشفت شغلة انه لما تنزل خط بهذا الشكل شايف كيف فبتقول لي مش هادة اثنين هون بيضل ثلاث وهونا خمسة فهو ثلاث وخمسة استعتم في تغرص هذا بيطلع السبعة طب لين افترض كان سبعة لين افترض بدك تجي هسا تضرح اس ام بدك تطلق قوة مغناطسية تبعته قوة مغناطسية اكيد هاي استادي IBL صح ILB سين التسعين صح انا بحكي عن السلك اس ام بتحكي عن سلك قوة مغناطسية تؤثر في سلك هسا نفسه اوكي لاحظ معي المعطيات هما نفس التيار نفس التيار نفس التيار بس الطول مختلف واحد خمسة واحد سبعة يعني حاليا هذا اكبر صح لين طول سبعة نفس المجال نفس المجال هذا تسعين خلص حطوا واحد صح واحد ضرب شوف ركز مزبوط واحد ضرب شوف واحد ضرب ILB يعني ILB بتقدر تحطها بتعرف شو يا استادي للسلك اللي هون اعتبرها الخمسة سمتمت متر خلص اعتبرها الخمسة على مية ضرب LB ممتاز اللي تحت هون هذا اللي تحت هاي واتش انف بتعتبرها يا استادي سبعة على مية ضرب LB هسا شو طل هون ظل صين مش التسعين صين الزاوية هسا اكيد مية بالمية هاي الزاوية سينها رح يعطيك مية بالمية أصغر من واحد 100 بالمية أصغر من واحد صح هذا أصغر من واحد هون احنا متفقين اذا هذا أصغر من واحد طب يعني استادي لنفترض تعال استخدمت الخصائص انت اللي عندك وقل تعال يا استادي التيار كيف ماشي هيك صح والمجال هيك ماشي صح هاي الزاوية هاي الزاوية شو تساوي طلعا قاعد باستخدم الخصائص هاي الزاوية بين التيار والمجال المغناطيسي هاي كيف تطولها هاي كيف تطولها لا تستخدم فكرة الخصائص طلعا كيف تستخدم فكرة الخصائص دقيقة خصائص المثلات اقول لك انا والله لازم اريح راسي اقول لك تفضل هاي مثلات قائم صح هاي الزاوية تسعين ممتاز في مشكلة لا والله مية بالمية الآن اذا عرفت هاي الزاوية معناته بقدر عرف هاي الزاوية طيب شايفين هاي الزاوية ايش طول الظلح هاذ المقابل لها خمسة طب ايش الوتر سبعة بتقدر بتحكي الصاين هاي الزاوية عبارة عن ايش اعتبرها ثيتا عبارة عن المقابل خمسة على الوتر سبعة يعني خمسة سنتمتر على سبعة سنتمتر بتروح السنتمتر على سنتمتر بيصير خمسة على سبعة قديش بدي استخدم التليفون كالعادة والآلة الحاسب العلمية عشان اثبت لك اياها فبتيجي بتقول لي يا سادة تفضل وين الآلة الحاسب العلمية يلا صين انفر صاح وين الانفرس لا بلشنا نزعى من بعض يا جماعة الخير هيكة صين انفرس خمسة على سبعة خمسة تقسيم سبعة خلص طلعت خمسة ربعين فاصل ونص قديش طلعت هاي الزاوية طلعت ثيتا دقيقة طلعت ثيتا تساوي خمسة واربعين ونص يعني الزاوية اللي جابها خمسة سبعة هي الزاوية خمسة ربعين ونص طيب تعالوا كاملوا معي المعطيات وساعدوني بالنقطة هاي دقيقة انا عرفت كداش الزاوية هاي خلص يعني كداش هاي طلعت الزاوية خمسة واربعين ونص درجة الان طلع شو بحكي انا ما بدي هاي الزاوية انا هاي خط مجالي هيك وهي خط تياري هيك انا شو بدي؟ بدي هاي الزاوية طيب يا سيد الشيل من التسعين ناقص خمسة واربعين ونص لا وين التسعين وحد الله وحد الله وحد الله مية وثمانين مية وثمانين مية وثمانين ناقص خمسة واربعين ونص عبارة عن مية واربعة وثلاتين ونص درجة الان يلا تفضل هون حطلي صين مية اربعة تلاتين درجة صح؟ قدتش بتهاgestellt卿ة يا ونص صين مية واربعة ثلاتين ونص تقريبا 7% بالعشرة تقريبا سبعة بالعشراء يعني هون تطلع هيدي حطلا هون سبعة بالعشراء نشوف من اكبر، ال بو كلا سبعة بالمية ال ب ضرب سبعة بالعشراء نشوف سبع بالمية، سفرت فاصلى سفرة سبعة ضرب، سفرت فاصلى سبعة طلعت تسربين بالالف L، مش ال، من ال Library أيها الة، من ال بية؟ الم is out there so I don't necessarily care, playing it �'t the outstanding انا اصلا عوضت بدل ال انا متخربط هون عوضت بدل ال 5 بالمية هاي اي بي اي بي وهونا اي بي طلع شو اللي صار انا عارف القانون اي ال بي سينة ثيتا التيار خليته زي ما هو والمجال خليه زي ما هي لاني مش عارفه بس قلت ال ال شيلها لهذا الضلع قديش خمسة سنتمتر هي خمسة بالمية و سينة تسعين واحد لاني طلع التيار كيف ماشي التيار ماشي هيك والمجال هيك فزاوية تسعين يا أستاذي فصارت عندى خمسة بالمية ال بي لهذا الضلع خمسة بالمية اي بي مش ال بي خمسة بالمية اي بي تعالوا شوفوا هذا الضلع هذا الضلع ال 49 بالالف اي بي مين اكبر اكيد هذا اكبر يا أستاذي وبالتأكيد بيطلع القوة المغناطسية لأسام هي الاكبر كيف وضح معي الموضوع؟ يعني انا شوف هم نفس ال اي و نفس ال بي وحطيت ال ال لكل واحد منهم واحد بعرفه 5 بالمية و 1 سبعة بالمية فصارت المقارنة بناءا على الزاوية هذا طلع 5% حضرت وهذا شو طلع طلع 7% ضرب صاين 134.5 فقرنت المقارنة أكيد أنه أكبر 5% ولا تساربين بالألف أكيد هذا الأكبر بس هذا السؤال بالأخير كمان فكرة لطيفة خفيفة بسيطة هذا كانت مشكلة السؤال هنا أنه بده شغل شوي زاوية وزنخة وهي الأمور ولأقول لك شغلة هو واضح إلي أصلا أنه رح يكون أصغر هذا الزلع بسبب الزاوية لأنه أكيد صاين الزاوية رح يكون أصغر من واحد دخل الإلكترون بروطان ونيترون منطقة مجام غناطيسي فهو بقول لك عندك الجوسيم صاد الجوسيم عين الجوسيم سين انت وضح لي من منهم البروطان من منهم الإلكترون من النيترون على الترتيب يعني هاي فإن الجوسيمات سين صاد عين على الترتيب طلع سين هون بروطان نشوفهم واحد واحد فرات ثاني تعالوا هسا عين النيترون 100% يعني هون اللي بالنص هون طلع عين 100% هي شو النيترون لأنها متأثرة في قوة مغناطيسية ظلت دغري يعني هون عين لازم النيترون يعني إما هذا الفرع با مستحيل هذا الفرع لأنه طلع سين صاد عين عين شو النيترون إما هذا الفرع مستحيل هذا الفرع صح يعني إما ألف وإما با لأنه عين عندهم النيترون نشوف سين كون راح بهذا الشكل انحرف معنات القوة مغناطيسية هيك صح ولا لأ طيب المجال مغناطيسي طالع ممتاز وهو رايح هون عند المقطة هي هيك صح تعال شوفوا شو قصدي عشان تكون تفاهم قصدي 100% انت رايح هيك بعدين حرفت صح المجال كيف طالع هاي المجال طالع والسرعة نحو اليسار معناته قوة مغناطيسية لا تحت طلعت صح معناته هذا موجب بدون معكس هذا بروتون موجب لأنه ظل هيك ومعدين أثرت قوة نحو المركس سين بروتون موجب سين شو بروتون أول واحدة معناته مستحيل هاي ألف غلط إذن با طب نتأكد من صاد تعالوا صاد القوة مغناطيسية لا وين لجوه طب هو كان يتحركك صح طيب طلع يدك لبرا ممتاز هي مجال مغناطيسي وجه الأصل الأصل تكون القوة مغناطيسية لوني الحلوين يعني هايو مجال مغناطيسي لبرا سرعة لليسارة الأصل القوة مغناطيسية كل تحت صح لكن كونها الكترون عكس ما صارت لفوق فانعرفت أنها هي صاد الكترون بهذا الشكل بس هاي فكرة خفيفة لطيفة بسيطة عن مفاهيم القوة المغناطيسية وأثرها الله يعطيكم الصحة والعافية الحصة القادمة نستكمل حل الأسئلة متبقية من أسئلة در بنفسك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته